السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن هل يحدث حمل من نقطة مانية واحدة أم لا تحتاج البويضة إلى حيوان منوي واحد فقط لتلقحها وحدوث الحمل وبالتالي فإن القصف أو القليل أو القصف القليل جدا يؤدي إلى الحمل إن شاء الله ليس هذا وفقط بل أن المازي وهو إفرازات الرجل قبل القصف يمكن أن تؤدي إلى حدوث الحمل حيث أن المازي يحتوي على عدد قليل جدا من الحيوانات المنوية يتضح من هذا أن الحمل يحتاج فقط إلى حيوان منوي واحد هو يحدث رغم كون القصف قليل جدا أو شبه منعدم وقد يحدث حمل أيضا أثناء المازي مما يؤكد أن عدد الحيوانات المنوية وكمية القصف لا يؤثران على حدوث حمل من عدمه ثانيا أنسب وقت لحدوث الحمل بالنسبة للوقت الأنسب لحدوث الحمل فيكون أيام التبويض أو قبل التبويض بـ 3 إلى 5 أيام وبعد التبويض أيضا بيوم واحد حيث تستطيع الحيوانات المنوية البقاء في المهبل لمدة من 3 إلى 5 أيام بينما تبقى البويضة في الرحم لمدة من 12 إلى 24 ساعة فقط هذا يعني أن الجماع إذا كان قبل التبويض بـ 3 إلى 5 أيام فإن احتمالية حدوث الحمل تكون عالية ويمكن تحديد يوم الإبادة عن طريق طرحة 14 يوم من موعد الدورة الشهرية المقبلة في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعونوا بلايك وكومنت وتشاريوا الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة تنتظروا من هنا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ